على المستطيل الأخضر خسر من خسر وربح من ربح ورسم المنديال قصته الجديدة في 2022 بفائز جديد وبطل للعالم في كرة القدم لكن البطولة الأولى من نوعها في بلد عربي أسيوي غيرت كل شيء من حيث الاستحواذ الغربي بإقامة بطولات كأس العالم منذ نشأتها في 1930 هكذا فعلت قطر طيلة 28 يوما منذ انطلاقة نسخة 2022 غيرت في المفاهيم فقاربت بين شعوب العالم للثقافة العربية ورسمت شكلا مختلفا عن ذلك الذي رسمته وسائل غربية حاولت أن تقصي قطر من حسابات النجاح بل كانت تحاول إقصاء أي جهود عربية بالضفر في أن تحقق نسخة مونديالية على أرض عربية أي إنجاز يذكر وهذا لسان الفيفا التي أعلنت أرباح المونديال التي بلغت سبعة مليارات ونصف المليار بمعدل مليار كاملة أكثر مما ربحه منديال روسيا 2018 ناهيك عن عدد المتفرجين الذي فاق المونديال السابق الدوحة التي وصفت الهجوم عليها بغير المبرر حركت معها دول عربية طامحة بأن تكمل الطريق في أن تثبت للعالم بقدرتها على أن تحقق نجاحات ليست على صعيد رياضي فحسب بل في مجالات عدة رابحت قطر ورابحت دول عربية في أن تعكس للعالم صورتها الحقيقية غير تلك التي شوها بها تخريبيون لنفوذ اقتصادي في الغرب أي مبادرات عربية لأن تستيقظ من رحم معاناة جلبتها الحروب والويلات والنزاعات وهنا يخرج صوت العراق رغم كل الجراحات معلنا أنه يستطيع حيث خليجي 25 ببطولة كرة القدم الخليجية التي تفتح فيها البصرة عهدا جديدا غير ذلك الذي دمرت به أغنى مدن العالم إذن كما قالوا في قطر هلا بيكم ارحبوا هنا العراق يقول للعرب والعالم البصرة تحييكم فأهلا بكم